اشتركوا في القناة تجفيف منابع الارهاب من بلدنا مصر ومنابع الارهاب عقول خربة عشاش تفيها افكار هدامة مدمرة لا تستطيع ان تميز بين حق وباطل وعشان هم على باطل عايزين يمشي بلا رجعة هل من الحق قتل الابرياء من ولادنا اللونوت كل يوم؟ هل من الحق قتل اطفال صغار ريحين المدرسة فرحانين انهم كبروا سنة؟ فيقصف عمرون تفلير عشوائي للأسف مزالت اثناب الارهاب تتبه استثمومها في مواقع كثيرة تغر صدور الفقير على الغني والعامل على الموظف وتقلب الناس على ناس بدعوة الحرية والديمقراطية عشان تعمل شرخ في الدار الامة ولكي تشوه العرس الجميل الذي بتعيشه مصر الان مع اندازات تتحقق على الارض الواقع في كل مواقع الانتاج خدوا بالكم على مصر اندازاتها نسيدها الوطني اقول ولدها عليكي مننا السلام يا مصر يا بلادي عليكي مننا السلام يا ارض اعدادي المهندس وليد نغية واحد يحب مصر عايز اقول للمهندس وليد اللي بيحصل الارهاب اللي بيحصل يعني دي موجة احنا جالنا ارهاب في التسعينيات ده ده اصعب منه الاف المرات لان ده وراء دول دلوقتي هذا الارهاب الموجود دلوقتي وراء دول وراء ملايين الدولارات بتتصرف وراء قطر عمالة فتحة خزائنها عشان هؤلاء الخوانة وراء تنظيم دولة بتاع الاخوان وراء جماعة في مصر عايشة دول بيقولوا ان هما مصريين بس هما مش مصريين هؤلاء دول شعب واحنا شعب فعلا فعلا زي ما قال الفنان متحة العدل فعلا متحق هما شعب واحنا شعب دول الناس لا ولا ولا وإيه خزة ايه دي وحقارة ايه بس انا عايز اقول لحضراتكم اوعوا اوعوا تقلقوا عارفين ليه لان النهار ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاص يعني عندنا شبابنا ورجالتنا اللي موجودين في الشرطة وفي الجيش هما خلاص هما ده بقدرهم ده وبواجه هذا القدر وبواجه بمنتهى الشجاعة ومنتهى الرجولة ما تقلقوش طول ما الرجالة دول موجودين ما تقلقوش معايا الواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي اه لأزارة الداخلية مساء خير يا فندم والبقاء لله في شهدائنا كلهم نوني شهدائنا وزملائنا وقوات المسلحة والشرطة اليوم والأهلهم الصبر وسلان ان شاء الله شهدت اللي هو هاني النهاردة حاجة في مسلسل يعني مشهج جديد في سيناريو موجود ربما يتقرر انه سيناريو موجود سيناريو ارهاب بيحدث في الداخل بيمول من الخارج بتحميم على استحياء بعض القوى في الداخل وناس كتير فرحانة وبعدين يطلع النهاردة بيتكلموا على ان ده برضو اجهزة الدولة هي المدبرة ما احنا عندنا اجهزة في الدولة بتموت زباطنا بتموت نوندنا عشان تلصق تهمة بالاخوان وكأن الاخوان ابرياء وكأن الشعب المصري ما شافش تهمهم ولا ارهابهم تقول ليه سيادتك لكلام التافه اللي بتقال دا ابرياء طبعا احنا بنتحدث يعني دائما خلال الحالة الاخيرة ان هناك تفوق امني على الارهاب ان هناك الحالة الامنية الحمد لله في شعر مصري اصبحت جهدها افضل من الاول بكثير ولكن ايضا بنتحدث عن التهدادات الارهابية ما زالت قائمة والمعركة مع الارهاب ما زالت مستمرة وطبعا هناك كما حداك اشارت ساي فرق كبير جدا ما بين ارهاب التمانينات وتسانات وارهاب ما يجري الان من ارهاب ارهاب ممول دولي من الخارج طبعا وكل ما هو الخسواء تنظيم الاخوان او العناس التكفيرية اللي بتعمل في هذا المجال في مصر كلها ممولة وما هي الا ادوات بتستخدم لمخطط دولي كبير اصبح الجميع الامن يدركوا لما نشوف الاترابات الموجودة في الدول الجوار والترباط الموجودة في دول المنطقة والنهادة اليمن خلاص بتتفكك وبدأت فيها مشاكل ضخمة ليبيا سوريا العراق السودان كل المنطقة العربية نرى المخطط بشكل عام موجود فهناك مخطط الاخوان او العناصر الموجودة الحالية هي ما هي الا ادوات لتنفيذ مخطط ضخمة جدا ولكن الشعب مصر صدى ليه في 30 يونيو وزاح الارهاب عن الحكم والاجهزة الامنية بتوم بدورها الان في حماية ارادة الشعب المصري وحماية ايضا التحرك المجتمع الموجود في الشارع في كل المجالات التجارية واستثمارية وسياحية ومشروعات قاومية كبيرة عغرار مشروع القناة السويس كل دي لها متطلبات امنية ففيه هناك جهود امنية كبيرة جدا بتبذل وتضحيات رجالتنا بتزدنا وانا بأكد ده يا بريمبيل حضرتك وكل المشاهدين حضرتك بتزد روحنا معنوية اكتر وبتزدنا اسرار على سكمال مسيرة اللي بدأها شهدائنا بالدماءهم غالية جدا جدا وهنكمل هذا الطريق وهنكمل هذه المسيرة ان شاء الله سيدة اللواء هاني المصابين اللي موجودين اخبارهم ميس اصابت الحقيقة قوية جدا ولكن فيه متابعة وهم في غرفة العملات الان وفيه متابعة تطبيقية ومستاذ وزير حقيقة بيتابعهم كل دي لها بيتطمن على حالتهم وفيه متابعة وان شاء الله هنتطمن حضرتك بإذن الله يعني الامور كويسة نقدر نطمن عليهم بس يعني بدأت بدأت الشيء بالسيطرة بشكل ما يعمل دي كثيرا بيتطمنونه لكن فيه متابعة لحياتهم الصحية بإذن الله طيب سيدة اللي هو هاني اه ما يعني ما يعرفش طبعا البعض عمال بيتكلم وبيفسر وبيعمل تحليل مضمون وانا شايف لا تحليل ولا مضمون ولا اي حاجة انا لنعرفوا ان فيه ارهاب والارهاب لا مش محتاج لتحليل مضمون ولا تحليل حاجة عندنا ارهاب ارهاب حقير وارهاب دموي وارهاب ما يعني ما فيش اي حالة تقدر تنفي النهاردة ان فيه ناس قتل مولودين النهاردة في الشارع النهاردة ما عندهمش اي زر الدم ولا اي زر الرحمة انه يقتل اي حد في سبيل مشروع في دماغه كده النهاردة قواتنا النهاردة اللي هي موجودة في الشارع برضو ما انا عايزين انه يعني انا عايز اقول النهاردة ان احنا متأمنين وفيه حدد كتير اللي هي الحرصات اللي موجودة في كل مكان والغاء والشرطة هتبقى موجودة في الشارع في كل وقت عايز بس كواحد من ابناء الشرطة قبل ان تكون متحدثة رسميا وكمواطن مصري تطمن الناس انه كنتوا واقفين ومش خايفين وانه كنتوا مكملين في هذا الموضوع انا بطامن حدارك وطامن مشاهدين حضرتك كبيرين بي كل الهدف من هذه العملات الارهابية هو خروج الشرطة من الشارع الشرطة الآن بدأت تشتغل وبدأت تعمل بخطة امنية شاملة في الشارع المصري في كل المجالات الامنية وانا يعني عايزين السعيد ذاكرت العام الماضي يوم 14-8-2013 وكان المعركة في دروس مع الارهاب ورجال الشرطة على مدار يوم 14-8 يا ابراهيم بي استشد 62 من رجال الشرطة 14-8-2013 62 من رجال الشرطة واصيب 922 في الفترة من اسبوعين من 14-8-31-8 سشد 114 من رجال الشرطة واصيب 1133 ودي كانت من اخطر مراحل المعركة ضد الارهاب ورجال الشرطة عبروا وانتصروا وحققوا ارادة الشعب المصري وحاموا ارادة الشعب المصري من ارهاب قوي جدا في هذه المرحلة وعبروا هذه المرحلة الحقيقة باخطر مرحلة في معركة المصر ضد الارهاب واحنا دماغ شهدقنا غالية جدا وكل المصريين دماغهم غالية جدا استشد مواطنين مصريين في سبيل معركتنا ضد الارهاب استشد رجال قوات مصالحة زميلنا في سبيل معركتنا ضد الارهاب استشد رجال شرطة زميلنا ولادنا واخواتنا في معركة ضد الارهاب هنكمل مسيرة رحنا معنا مرتفعة جدا وهذه الأمور بتزدنا إصرار على سكمل مسيرة وهنحبط من كل مخاططاتهم وهناك تفوق أمني كبير جدا وإحنا الآن في مرحلة تقويد الإرهاب مرحلة تقويد الإرهاب هي مرحلة ما قبل قضاء الإرهاب تقويد الإرهاب يعني تكسيف منابة تمويل يعني توفر المعلومات يعني ضبط العناصر الخطرة وطبعا آخرها كانت عملية سحراء السويس وإن شاء الله بإذن الله هنستكمل مسيرة وكل هذه الأمور لنتو سنينة أبدا عن أداء دورنا ورسالتنا في حماية شعب مصر وحماية مصر بإذن الله طيب كان فيه نقطة تانية أنا بيتالي محتلين تاني نذكر أهالينا في كل حتة إنك لو لقيت أي حد بيعمل أي حاجة يعني الكلب الخسيس اللي حفر في الأرض وحط القنبلة دي أكيد عملها بالليل وبعد إحنا شوارعنا ما بتفضاش أبدا من الناس عايزين نقول للناس لو لقيت حد بيعمل كده بلغ لو لقيت أي حد بيحفر يعني اللي ياخد اللي يلاقي أي حركة هادي أهو أنت شفته هو شوف النهاردة اللي استوشيده النهاردة بيسبح بحاجة ربما حد يكون شاف ده وما خدش باله بيعمل إيه يعني دي ما تحطتش كده فأنا عايز أقول لأهالينا عليهم دور مهم كل واحد مننا دلوقتي الرجل الأمن يا جماعة تقولوا إيه يا فندم للشعب والأهالينا في كل حتة لأن دلوقتي خلاص أبريم بيه طبعا الحقيقة كل النجاحات الأمنية تحققت في الفترة الأخيرة كانت بدعم من الشعب ومعظمها بلاغات من المواطنين النهاردة كان فيه بلاغ من المواطنين في وجود أنا بوبتين بوتجاز مرتبطين بجسم غريب كرب أحد الأبراج والمحالات الكهرباء في قرية اسمها قرية بامها بالعيات وانتقرت الكوات وتم إحباط هذا الأمر والكبارات كثيرة بهذا الأمر والحقيقة فيه تعاون كبير جدا مواطنين أبريم بيه وإحنا طبعا نقول لهم إذا شاهدتوا أي حاجة أقرب رجل الشرطة أقرب اسم الشرطة نجدة بالتليفون وتليفوناتنا معلنة على شاشات تلفزيونة وفي شريط الأخبار بلاغونا بمباشرة وإحنا بحيث نحن نتحرك والأجهزة تتحرك لإحباط هذه المخططات لكن هناك تعاون كبير جدا من مواطنين الحقيقة وهناك ثقة المواطنين في أجهزة الأمنية وإحنا محتاجها أنا بقول للشعب المصري كله خليكوا على ثقاتكوا في أجهزة الأمنية ما تخلوش هذه العملات أبدا متأثر في هذا الأمر ما تخليش في هذه الأمور أبدا لأن هم هدفهم إحباطنا هدفهم فقد الثقة ما بين الشعب وأجهزة الأمنية لا خليكوا على ثقاتكوا في أجهزة الأمنية خليكوا على دعموكوا لأجهزة الأمنية وإن شاء الله بإذن الله حنكمل مسيرة إحنا متفوقين وإحنا منتصرين وحنكمل معركتنا وحننتصر في النهاية بإذن الله سيدة الوهاني عبداللطيفة المتحدث الرسمي للوزارة الداخلية مرة تانية بقول لك البقاء اللي في شهدائنا كلهم شهدائنا في القوات المسلحة شهدائنا في الشرطة في كل شهدائنا في معركة الإرهاب النهاردة في التصريحات الموجودة على الفيسبوك النهاردة في الرد فعل محمد وحامد عوض مجلس الشعب السابق بقول ننعي شهداء الرحاب ونسأل الله الرحمة والشفاء للمصابين جماعة الإخوان الرهبية تواصل تكابل رائمة ضد الشعب المصري وتنفذ عملية الرهبية جديدة في أول يوم دراسي الإخوان الرهبين تسهد في الشعب المصري كله وتؤكد أنها جماعة مدرمة ده اللي أنا عايز أقوله دايماً مش عايزين نفسر ونقول هل ده ليه دلالة على زارة السيسي لأمريكا هل هو أنهم مرتبط بوزارة الخارجية وإشارة كذا أيضاً احكوا زي ما احنا عايزين قولوا أي إشارات في الأول ده إرهاب ولا مش إرهاب ومواجهة الإرهاب لابد أن تكون لأن الأستاذ فاهمي هو إيه دي بيقولك أنك إنتوا إزاي بتضربوا الناس كده يعني أنا لما لقى إرهابي بيحطهم بلا ولما روح النهاردة قوة بردرة رايحة على مكان عندهم معلومات إن فيه إرهابيين والنهاردة عايز أقول للأستاذ فاهمي هو إيه دي لما يبقى مغارة في الجبل مغارة في الجبل يا أستاذ فاهمي والمغارات اللي في الجبل بيطلع فيها المطاريد اللي هم الناس الخارجين عن القانون يا إرهابيين لما تبقى مغارة في الجبل والقوات رايحة ناحية تنالية معلومات إنهم فيها والقوات رايحة لها ضربوا عليهم نار عايزهم يرشوا عليهم ميا يزغرطوا مثلاً القوات تتبقوا ياخد معاهم اتنين زابطات تزغرت ليهم عشان الأستاذ فاهمي يودي ما زعلش ولا كانوا يصفوهم زعلان قوي على تحكات التصفية كل الارهابي بيموت بسقهم مرسي لما قالك حافظه على لما كانوا خطفين البنود بتاع الشرطة فمرسي طلع قالك ان احنا بنحافظ على الخاطفين والمخطفين مرسي خايف على الخطفين ما هم جمعته ما هم تابعه ثبت بقى بالدليل بعدها لما طلع البلتالي وقالك يفردوا عن مرسي والارهابي يقف في سينة فإذا كل اللي في سينة دول تابعك المشميات مختلفة بيت المقدس وابن عم المقدس وسيد المقدس والكلام ده كله انما هي اسماء مختلفة انما هم من العباية واحدة عباية الاخوان عباية الارهاب العباية بتاعت الذين ثنوا فكرة الارهاب سيد قطب يعني فالنهاردة الزعلانين بيزعلوها على الارهاب وتزعل لما بتنوت ارهابي يعني النهاردة الشرطة رايحة ولا كل الجيش رايح بيهاجم نقطة معروف ان فيها النقطة اللي في الجبل دي المغارة اللي في الجبل دي حيبا فيها ناس بتصلي العشاء ان هناك دي ناس ساكنة مثلا ده مجمع ساكني مثلا مش قادر افا انما هو بيكتب لي مين بيكتب لي مين انه فهمه ويدي حركة مرد وطول لا الارهاب الاسود لا لتصالح مع الاخوان المنابي انا مش عارف الدكتور نفع فيه لانه بقاله مدة ما ما طلع لناش بمبادرة ما هو كل واحد بيطلع بمبادرة عشان خطر يطلع بمبادرة وهم يدوا اخر الليل قبل اليوم ما ينتهي يقول لك نرفض هذا الكلام لانهم عايزين لان المبادرة اللي بيقول لحد اللي بيتصدى لان عماية المبادرة زي هو ولا الدكتور احمد كمال ابو المجد ولا غيره ولا غيره اللي بيطلعوا وقولوا مبادرات هم ناس مش عارفة بتعمل ايه لان المبادرة لما اقول لك مبادرة للصلح ده هو الكلام ده كله عشان يوحي للعناصر بتاعته الكوادر بتاعته خدت بالحضرتك ان في مبادرة احنا رفضناها مبادرة بتقالهما برفضها فورا وبيوحي لهم ان الحكومة هي التي تسعى ودعبين وسطهم وتوسطاء النهارة عشان يعملوا مبادرة والاخوان اللي رفضين فده يسبت كل من هو اخواني او كل من هو متعاطف في الناس اللي هي مخطوفة ذهنيا في نفس الوقت لما تتقال كلمة ان فيهم مبادرة وفيهم حولات صلح وكلام ده وتتقال الكلام ده ويتكرر كتير وانه الاخوان اللي رفضين اهلنا اللي بيقدموا شوها ده دول اي مرات شهيد اي ام شهيد من اللي مادة يقولك الله طب الحكومة زي ما كانوا مطلعين خبر من اسبوع عشر ايام وانا الحقيقة عاتب جدا على الجرائد اللي هي فتحة نافذة كبيرة جدا للتحالف الشرعي بتاع دعم الاخوان الارهابيين التحالف ده ارهابي راقب وفتح لهم مجانا يعني مجانا فتح الله معلم مجانا اللي ايه بقى انما بتعبر عن رأيهم ويقولك ان احنا هنقتل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا فلما يطلع النهاردة لما هم يطلعوا في كل وقت بيتكلموا على حكاية الصلح 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 هو يقولك الصلح والاخوان واخر ناري يقولك احنا بنرفض هذا الكلام وكأن المحاولات اللي بتتعال على الصلح دي ان الحكومة بتلهز وراء الاخوان عشان الصلح انما هي دي لتثبيت المخطفين ذهنيا بتوع الاخوان ولإصارة الشك في قلوب المصريين اهلين البسطاء ونهاردة لابيني لي واحد نهاردة مقدم شهيد يقولك يعني انا ابن مات عشان المعركة دي ورحيت الصلح معدولة فيطلع مثلا من في اللورنان بقى من 20 يوم وخبر كده مكتوب كده مم محدش بيسأل وحد بيحاسب وقولك يصرح مصدر مسؤول في التحالف بتاع الشرعية ان رئيس حزب الوسط والنائب بتاعه اللي اتنين اللي ممسكين دول هطلعه بعد مش عارف 30 يوم ولا 38 يوم بيوحي هنا ان الحكومة ده تعليماتها للقضاء عشان يفريروا عنهم دي نمرة واحد وكأن هذا القضاء ماشي نمرة اتنين يقولك ان دول بقى اللي حعملوا الوساطة وتم معلومات ويقولك وعالمة مصدر مش عارفهم الوساطة يعني معنى الحكومة عملة بتعمل وساطة وتتحايل على الاخوان عشان يصالحوا ده الاهالين حتفتكر كده وانا ابني بيموت لا ده القصد من فكرة ومين اللي بيروت لازل موضوع الالام ما هو كل الترويد ما عارف دوله لو النهاردة ما حدش طلع تصرحتهم ده احنا من ثلاثة ايام واحد واحد وقل لك طب انظيم داعش في مصر واحد وعمل حوار صفحتين في دورنان ما معقول الكلام ده مين يا ست اللي معاك طيب معايا الحد يوسف من المصورة يا ست اللي معاك ايه 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 ده الو الو هي ايه احد يوسف ايوة احد يوسف مع حضرتك طب يا حد يوسف ونبي هدي الناس اللي عندك دولة والتلفزيون والدنيا شلام ورحمة الله وبركاته اتفضل انا مسامع يا جميع التلفون قطع فالمسألة النهاردة عشان بس طب حضرتكم عارفين عندما ينشر الاعلام ينشر الاعلام النهاردة لا ناس واخدين وقفين في الخندق اللي بيقتلونا بيه الناس اللي بيقتلونا او الناس اللي وقفة مع اللي بيقتلونا زي طارق الزمر طالع النهاردة طارق الزمر طالع بتصريح بيقولك ان اه مجاهة ما هو التصريح الكلام بتاعه الكلام التافه اللي قيلو هل تشموني ومعي رائحة الاجهزة اياها في تبديل وزارة الخارجية يعني كأن في اجهزة مخابرات العامة بقى ولا الخاحر بي اي اجهزة يعني والذي يتواكب مع حضور دورة الامة المتحدة عشان الارهاب قال يعني احنا عايزين نلبس الاخوان قضية ارهاب ما الشعب المصري شاهد كله انه كلكم رهابيين وانت اول واحد رهابي يا قاتل السادات في اطار الشهرة وفي اطار التصابق الاعلامي والناس بيقولوا انهم اجناد مصر اسمائها مختلفة وتابعة للاخوان انا ما عرفش لا اجناد مصر ولا اجناد السيدة زينب انا لا اعرف انه دول اخوان بيقولوا ان احنا اعلننا مسؤوليتنا على الحادث وانا ضد ان الاعلام ينشر الكلام ده كله انا اللي اعرف انه الاخوان اللي عاملين ده وان كل ما اي حد ارهابي اي حد باسم الدين بيقتل هو من عباية الاخوان دي عباية سيد قضب وحسن البنة اي حد بيقتل ده طالع من هذا التفكير كل جماعات التغفرية طالعين من العباية هما حاجة واحدة بيعمل مسميات عشان يفلت عشان خاطر يينا ويقول لك اننا حضغط عليه ومعليش دون كذا ونعمل ان ما هي مسميات وانا ما هي حاجة واحدة استخدام الدين لفي شيء اخر اسم الدين رغم من الدين لا في اتل ولا في دم ولا في تفجير ولا في خيانة ولا في نطاعة ولا في اي حاجة من اللي بيعملوها الاخوان صراحة فحتتنسمع كلام كتير ويقول لك مسئوليتنا مسئولتك عن ايه يعني انت بتعلم مسئوليتك عن خصة وعن عنك انت مودت اتنين مصريين هو دا اللي حيفرح المصريين يعني هو دا اللي حيخلينا انه ظغرت يعني عشان خاطر انت مودت اتنين مصريين هل النهاردة الشعب المصري هتعطف معك انا بعتقد يعني اللي جايش لان الناس اصلاها جابت اخيرها مع الاخوان بعد كده اي واحد هيظهر النهاردة من اي شكل من الاشكال السحن الدية الناس هتدقى بالجزم صراحة اه اه في الزيت انا ورا نجم بتشتب وزير الداخلية طيب وزير الداخلية بتتكلم على ان وزير الداخلية حيبقى مشغول عشان يشوف المواقع بتكتب عليها ايه وزير الداخلية هعمل ايه اياتها المناضلة يعني انا عايز اعرف وزير الداخلية ايه اللي هيعمله ايه في مواجهة الارهاب في الارهاب هنا ولا في اي حتة في الدنيا لما كان الارهاب موجود في المانيا ولا كان موجود في اليابان ولا لما كان موجود في ايرلندا واللي بيحصل في الدلترة هيعمل ايه او في اسبانيا هتعمل ايه أنا في الإرهاب بتعمل إيه الإرهاب إنه خسع واحد النهار ده بيمشي في الظلمة عشان يحط حالة تتفرر في حتة إيه بقى إنما أنتوا أصلا أنتوا دعاة إسقاط الدولة والعلاقة الفتاح اللي ما عموله اللي خدوه في انقبط الصحفين أنا ما عرفش انقبط الصحفين انحضرت دخل في السكة دي إزاي إنما محمد عبد قدوس بقى يعني النهار ده عشان يطلع علاقة الفتاح يشتم مصر كلها ويشتم الرئيس المصري وده عالق الفتاح بتاعة اللي هو اللي هو ما م fitsقاط الدولة اسقاط الدولة يعني اسقاط النيش وأحد اسقاط النيش ما أنتوا عايزينها ما أنتوا عايزين ان نبقى ليبيا ما احنا عايزين نبقى سوريا عايزين نبقى اليمن طيب الحد يوسف آه يا حد يوسف السلام عليكم السلام ورحمة الله حاج يوسف انزيل اه من المنصورة مع حضرتك يا فرحيم اهلان يا فدم اهلان اهلان يا فدم اهلان يا فرحيم لا 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 اه ونبي حد يا حد بحيرما اقوله بس لما حدك وطي اه هدي التلفزيون عشان تسمعني لان كده حتوقت اسمع مرتين كده لا حول اولا كتل بالله يا فرحيم ايو انا معاك بس ايو انا معاك انا بس حرام اه 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 هدي تلفزيون عشان نسمع بعض خليك معايا انا في التلفون مالكش ضعب تلفزيون ايوة استاذ براهيم ايوة ايوة اه اه انا والله بكلم على على فكرة النهاردة الاشتراكين الثوريين واسقاط الدولة فقطلع ان كانت المسألة مكانش اسقاط نظام طтора ان فيه ناس عايزين اسقاط دولة وهم الغاية دلوقتي موجودين انهم العاعب فتاح いسقاط دولة يعني اسقاط دولة يعني اسقاط دولة يقول لك اسقاط الدولة يعني اسقاط الداش وكان فيه فيديو موجود عن هذا الكلام معروف والناس ريخية معروفة يعني اي حد يقدرнихش اسمردوا يشوفهم الشراكين سوريين حيقولك واسقطت ليش ان احنا نعمل مش عارفية ونعمل ايه ونعمل ايه هاش تسقط الليش وتسقط الشرطة عشان ما باش في دولة ويقولك لما نعمل ده ما انه بنبني دولة تب وروني كده قدل عراق بقى له عشر سنين ههو سقطت في الدولة وفي دولة حتقوم ده هو المطلوب دلوقتي ان تكون هذي المنطقة منطقة صراعات كبيرة في كل دولة صراعات كبيرة جدا بها نفعات مختلفة ويقسموها بقى دولات صغيرة يقسموها زي ما تقسموها الصراعات دي من طبيعتها حتطلب ان يكون بيديب سلاح هيديب سلاح من ايه من الغرب والسلاح هو مصدر الوحيد الحاجة الوحيدة اللي بيكسبوا فيها مش قادرين ما عندوش اي منتق يقدر ينافس بيه ولا يبيع ولا يكسب منه الا السلاح هو السلاح ولما بيقسم البلد ديه حياخد خيرها كله زي بطرول العراق كده ما بيسرق دلوقتي وبيطلع على برة وزي بطرول ليبيا ما بيسرق ويطلع على برة خلص بقت سهل لدى ان تاخدوا البطرول ببلاش مرة اتنين حتبقى انت الدولات الصغيرة دي اللي عندك صناعات ولا عندك اي حاجة فحتعيش على كل ما هو منتج من برة فتبقى انت السوق الطبيعية لهذه البلاد هو ده الموضوع بتاع الشرق الاوسط البديل وده الموضوع اللي بينفزه بقى النشطاء السياسيين والعلاع فتاح اللي عايز يدمر مصر واللي عايزين اتحاد الرب يكرمه ما هو انت النهار دا اللي بياخدوا نوبل دلوقتي بقى ناجة نوبل دي بقت مشبوهة اللوازي اللي بيدوها في اوروبا وكلام مشبوهة بقت عملية مشبوهة دلوقتي كل على قد تدميرك في بلدك حنرضيك فالناس يبايع بلدها وفي الاخر هل دا يعتبقى وده يبقى مناضل وده اللي يتعملوا في انقابة الصحفيين مؤتمر يا عبد الكدوس ليه يا نماعة كده حرام عليكم وبعد كده بنستعد بان يكون فيه الشهداء والحالات اللي تحصل دي طيب انا عايز اواري لحضركم التقرير المعمول النهاردة على اللي حصل النهاردة وبعدين نكمل كلامنا لن يجد الارهب موقعا افضل من هذا ليحصد المزيد من اروح الابرياء شرطة كانوا ام مدنيين في هذا الموقع الحيوي حيث تجاوره وزارة الخارجية ومبنى الاذاعة والتليفزيون بماس بيرو وسلسلة المحال التجارية والمدارس ومسجد بولاق ابو العلا انفجرت قنبلة عند منزل كبري 15 مايو واستشهد على اثرها ضابطا من بينهم المقدم محمد ابو سريع الشاهد الرئيسي في قضية الهروب الكبير والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي القنبلة استهدفت كمين الشرطة الذي يؤمن الصورة الخلفي لوزارة الخارجية حيث زرعت القنبلة على تلك الشجرة المحطمة سيناريو ارهابي يمثل سلسلة انفجارات جامعة القاهرة التي وقعت قبل اشهر اللي حصل احنا جايبين شغلوا جايين هنا لانا الشجرة دي طائرة طائرة ولانا الزبان كتاعة جاينا كلهم مرميين هنا ده اللي شفناه كله بقى جيري دي اللي هيجت مبعضيها الشجرة اللي كانت هنا دي طارت 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 الشجرة دي طارت الناس جايب دي بتفرس الشغل بتاعها كله جيري على بعضه بضعت الناس كلها الناس اتخرب بيوتة الارض جهاد ضد من؟ ضد أبناء الشريعة ضد أبناء الملة ضد أبناء الإنسانية القتال في الإسلام لمن قاتل لمن أعلن علينا الحرب قوات الأمن مشطت المكان خاشية وجود قنابل أخرى رغم الصعوبة التي وجدتها في إخلاء المنطقة من الأهالي والمرة شرطة وقوات المسلحة والشعب المصري كله يدين هذه العمليات ويقول إحنا في حرب مع الإرهاب وأنه يعني هذه معركة ومعركة شعب وسوف تستمر لأنه إحنا بندافع عن حياة أمة وحياة شعب وزارة التربية والتعليم أجلت بدورها خمس مدارس في محيط منطقة الانفجار وأكدت أن المدارس يتم تأمينها على أعلى مستوى كان هذا أول أيام العام الدراسي الجديد في القاهرة وكان هذا هو المشهد لكن إصرار الدولة والمواطن على عدم ترك الساحة لأهل الإرهاب سيكون الفيصل في انتصار مصر في معركتها معه أرع شوف النهاردة داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون كتب النهاردة على الحساب بتاحب تقول كل يوم يسقط شهيد وهناك من يتحدثون عن المصلحة مع الإخوان رحم الله شهدأنا ولعن الإخوان في كل مكان وذمان التفجير حول وزارة الخريرية اليوم يقع في إطار الأعمال الإرهابية المعتمدة على الفرصة بمعنى أن مرتكبها لا يبغي تحقيق هدف معين منها ولكن فقط رأى أن الفرصة مناسبة لإشاعة الخوف وإحداث بلبلة وارتباك وبالنسبة للإخوان هذه فرصة كبيرة حدث اليوم يصل الرئيس السيسي لأمريكا وهو أول يوم دراسي لكل مدارس في مصر ورمزية وذراء الخريرية هنا هو رفضهم للتوسع الكبير الذي حدث في علاقات مصر الدولية رغم كل محاولاتهم لفشال ذلك لكن رغم كل شيء ستكمل مصر مشوار ربنا يرحم اللي ماتوا ويقدر ويقدر اللي لسه عايشين عايز أقول للأستاذة داليا اللي استشده نحتسبهم عند الله شهداء اللي بيموت ويدافع عن بلده وعن وطنه وده نحتسبه عند الله شهداء ودول منزلوتهم كبيرة وربنا سبحانه وتعالى يرحمه وبرحمته بالنسبة لي نحنا ويصبرنا أنا عايز أقول إنه نحنا النهاردة المصريين من فضل ربنا سبحانه وتعالى إن فعلا ربنا مثبت الرجال الأمن عندنا قوات مسلحة وشرطة فعلا ربنا سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم وده نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا يعني عندما يثبت الله أقدامك وعندما النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى ينزع الخوف من قلبك وإنه هو يبقى دايما فيه يعني فيه حاسس إن ربنا معاك معاك دي يقول لي تمامنا إزاي وإحنا بنموت الموت ده بره الحسابات الموت ده بنبره الحسابات لو أنا معادي ليه والله لو أنا قاعد في إنما يعني يدركك الموت لو كنت في برورة ومشيدة يعني أنت النهاردة في أي حتة بدان معاك ليه خلاص انتهينا لا يستطيع أحدا يحميك من الموت أي أحد أي مخلوق مش هيقدر يحميك من من الموت إنما النهاردة الحماية اللي ربنا سبحانه وتعالى إنه يثبت أقدامك وإنه هو يشيل الخوف من نواك وإنه هو يحسسك بعدالة القضية بتاعتك أنا بتكلم على رجل الأمن على ظابط قوات المسلحة على كل من يدافع عن هذا البلد على كل اللي حاطت روحه على كف إيده كده كل دول ماهداء ده نقطة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا ما تقلقوش لأن الجيش والشرطة الموضوع المد حتقرمين وراء ظهرهم ما تقلقوش ما حدش يقلق من حضراتكم ما حدش يقلق عمر ما الإرهاب عمر عمر الغدر والخصة منتصرت على الشجاعة وعمر الخصة منتصرت على الصدق وعمر الخصة منتصرت على كل معنى جميل عمر القتل يعني عمر الشر منتصر على الخير نخلي بالنا عمر الشر منتصر على الخير قد يدوم قد يحدث قد يستمر إنما في النهاية حيروح لأن دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى فما نقلقش من ده ده الجزء الأولاني الجزء التاني لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك خير وقناد الأرض إلى يوم الدين يعني يعني في السبات إلى يوم الدين خير وقناد الأرض ودول في السبات ليوم الدين في السبات ليوم الدين ده بديك معنى إن البلد دي مش هتتقسم ومش حقدروا يقسموها وحيعودوا خير أجناد الأرض ولادها دول ولاد الشعب المصري دول ومجمودنا دول حيعودوا خير أجناد الأرض لغد يوم القيامة ده إشارة واضحة إن البلد دي ما نخافش عليها بس إذا كان ربنا بيدينا الإشارات دي وسيدنا رسول الله بيدينا الإشارات دي إحنا كمان نتحرك شوية ونهم شوية ولازم نبقى إحنا فرحانين باللي حصل لازم نبقى فرحانين بالسنة اللي فاتت دي السنة اللي فاتت دي حصلت فيها حدات كتيرة بس حضراتكم مش واخدين بالكم السنة اللي فاتت دي لو يعني من 30 يونيو إيه اللي حصل الدعاية أولا أمريكا قلبت الدنيا قلبت العالم كله على مصر يعني أمريكا ما تقوليش تنظيم الدولة ولا تنظيم دولة يقدر يعمل حاجة نعم بفلوسه عمالي يقدر صفحات إنما أمريكا قدت الإشارة يقلبه على مصر فقيل الاتحاد الإفريقي يعني الدول الإفريقي أكتر من 50 دولة يعطعوا علاقتهم ومصر ويجمدهم عضوية مصر في الهو مش عطع يعني عطع السفرات جمد عضويتك في الاتحاد الإفريقي وفي الاجتماعات يعني بقى فيه موقف ضدك من إفريقي يقول لها ده هنا في المنطقة اللي عندنا هنا إحنا برا المنطقة من زمان إنما بدأت العزلة موقف غريب للدن بعد 30 يونيو اللي حصل إنت في 13 الرجعة تقول لألاقاتك بعدية إنت النهاردة 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 في اليوم اللي إحنا فيه والرئيس رايح للأمم المتحدة حقوق الخطاب فيناك في الأمم المتحدة وفي ما يخص مصر الرجعة التانية لوضعها اللي هو بيوازي حجمها رجعت هو ده كله مش حالات كويسة الدنيا بتدت تتحرك هو النهاردة لما الرئيس السيسي يمشي من تحت دقن الغرب والأمريكان أنت حضركم فاهمين أن المشروع كانت في سويسة كده يعني أنك أنت عشان تعمل أنت محروم محروم ممنوع بقى لاش بقى محروم ممنوع أنك أنت من بعد الساد العالي أنك تعمل أي مشروع في أي حال ممنوع من كلام ده ممنوع يعني عشان تبقى حضركم عارفين حتى لم يلي النهاردة أنك أنت فكرة تزرع قمح ده إحنا لنا نزرع قمح أيام ما عمل أصمان أحمد أصمان وتعملت الصالحية وكان زرعت قمح وكانت بقى ببداية أنك الصحرة تقدر تزرع فيها كل حاجة وأنك تعدل من كلام ده كل في يوم وليلة المشروع ده تهدم ما تفهمش ليه على فكرة أنا بدور عمال عايز أشوف في المنصح حسين عثمان ربنا يديله الصحة كالرئيس المقولين العرب ساعتها عايز أعرف التفاصيل ليه ومين وإيه الحكاية ده التعليمات اقفل بعد ما كاتل الصحرة مخدرة دي كلها ومزرع فيها قمح ومزرع ومزرع وكنا بنشوفه على طريق اسمع لها الصحراوي كل ده اتهد عشان انت ممنوع ما تزرعش قمحك استورده كهربتك تعيش كده في البتاعة ده كله عشان كده هم هيحربوا بس الحمد لله في حاجة قريبة وفي سبعة ونصف مليون مليار دولار السمارات في الطاقة الشمسية وكده وغيره او هوا او حاجة عن عرضه انت ممنوع انك انت تعمل اي حاجة اتقوم مصر لما يدي بقى مشروع قناة السويس وطلع واحد ما عرفش اسمه ايه من جنرالات الاقتصاد اللي هم بتاع الهاوي وكان منشور ما عرفش في جرنان وبيقولك ان المشروع فعل ان الشهادات دي فشلت وانه هناك فشل ما ومش عارف ايه كلام كده ايه ليه عم فشلت قالك ان ده دخل القوم بتاع ان الاستثمار عالي جدا الاثناشر في المية عشان ده استثمار قناة السويس عالي جدا وان ده مش هيقدر وده حيعمل عجز في المزانية بتاعت الدولة كلام اما تسمعه وده خبير وقولك الخبير ده اصلا الخبير ده اصلا مش عارف بتاع صندوق نقدي الدولي واخد دايزة ومدام خد دايزة من نقدي الدولي تعرف انه مش معنا مش من تبعنا ده تبعهم معلينا طب ايه الموضوع يعني في الموضوع اللي واز وعشان كده شاهدات قفلوا الباب كان حد بيحكيلي وده يبلغ وده بلي على التليفون اللي ده بلي عشان اشوف نفس الكلام اللي قاله بتقوله ده كلام فارغ والخبير اللي بيكلم ده مش خبير ده واحد ده واحد من حتلاقيه من طوابير من الطوابير اللي موجودة الرابعة الثالثة الخمسة السابعة ده احنا عندنا طوابير كتيرة بقى وصلت لحاجة كبيرة قوي تقوله في ايه هو النهاردة من قبل ما يفتحوا كلام قالوا ان احنا فتحين باب الاكتتاب في شهادات الاسمار اللي ارتاقنات السويس لغاية ستين مليار بس وحنقفل هم تعال ده يعني لو كان ستين مليار ده ما تعملتش وحتقعد عشرين يوم تعملت وبعدين الرئيس ما جاب كل خبراء وهو وبعدين هو تكلم في اصلا الموضوع بكلمتين زي ما قال للشعب المصري انا عايزكوا تنزيل يوم وبروم هم كلمتين قالوا من الراجل الكلمتين اللي قالهم الرئيس الناس طلعت في خمسة وسبعين ساعة عمل للبنوك لموا اربعة وستين مليار فقفلوا يقولك طب اتنشر في المية دي كانت السويس مش هتقدر تتفحق طب ليه دمعة الخير مش هتقدر تتفحق ليه تكسب سبعة مليار دولار طيب انا النهاردة يعني السبعة مليار دولار دولت لما تضربهم في سبعة اللي هو الدولار يعني بحوالي خمسين مليار ديني مصري في السنة ده المكسب لما تيدي تشوف الاثناشر في المية بتاعة الاربعة وستين لما هتدي اربعة وستين مليار هتدي عليهم اثناشر في المية هتطلع حوالي على فكرة سبعة مليار ديني يعني كأنك بتاخد من السبع مليار دولار بتاخد مليار دولار اللي هو سبع مليار دولار يعني كأنك أنت النهاردة يبقى الدخل بتاع القناة انخفض عندنا مليار طب ما أنا على آخر السنة على آخر السنة لو حدفع بس كل ثلاث تشهر حطلع أنا المبلغ اللي حطلعه كل ثلاث تشهر ده مبلغ كل المبلغ كله حيطلع سبع مليار دولار أو مليار دولار وأنا بكسب سبعة كأنهم ستة ده أنا حستحملها دي لمدة سنة إنما ده أنا على نهاية السنة القناة هتشتغل القناة انا مبكلمش في المنشآت التانية القناة لما تشتغل بترفعني من سبع من سبع مليار لاربعتاشر او خمستاشر مليار الضعف طب انا لما يبقى رفعت دخلي دخلي تاع القناة الضعف صعبان عليهم ان انا اخد منهم من الاربعتاشر مليار بقى دولار الضعف اللي بعد السنة ان شاء الله عدد المركب حيزيد لان الساعات بتاعت تشغيل القناة حتقل ان القناة بقى رايح داي حيخشي لاربعتاشر مليار لما اخد منهم مليار ادفع فوائد للمصريين ودي ميزة انك انت المصريين اللي سهموا فاصبح الفايدة اللي بدفعها المصريين وانا لما ادفع سبع مليار المليار دولار اللي هو سبع مليار لينيه فوائد المصريين كل السنة ما الفلوس سبع مليار دول حتضخوا في مصر اللي حياخد قرشين حيصرفهم في مصر يبقى البلد حتشتغل وقتصاد حتشتغل ده فكرة عبقرية انما عواليس الفرح ببوزوها وبيطلعوا اشعاعات زي الاخوان ما قالك ده ريبة والكلام من ده ده اللي بيحصل فانت عندك حالات انما احنا ان شاء الله باذن الله سياسيا عملنا حالات كويسة واقتصاديا المشروع ده انك مشروع ده مسته وهم العالم برا مقدرش مش قادر ليه لكن انت بتعمل ده القناة ده ممر دولي وانا بحسن لكم يعني طريقه كان مرصوف بعمله طريقين تزعلنين ليه محدش حيادر يزعل وقريب قوي الكبرى اللي بينا وبين السعودية يتعمل ويفتح مدال وقريب قوي الطريق البري اللي حنعمله ان شاء الله ويوصل لغاية لنوب إفريقيا حيتعمل حدات كتيرة حيتعمل عند اللي داي ان شاء الله احسن وتفتكروا خفافيش الضلبة دول حيادروا يعطلونا وتفتكروا عوانهم اللي هما دول اللي هما التوابير اللي دول اللي هما النخبير وانتو حضراتكم بقتهم حرفينهم حيادروا يعطلوه محدش حيادر يعطل مصر محدش حيادر ومصر عصية عليهم ومش حيادروا يعملوا اي حالة لمصر بس عشان انهم بفاهمين هذا الكلام عايزة اوري لحضراتكم النهاردة النمع بتاع سلطان ابو العلا الشيخ بتاعه الإمام بتاعه اللي هو الشيخ محمد بكر ده يعني من الناس اللي بعد الحدث اتكلمت عايزة اوري الكلمتين يعني قال ايه وحنا عارف الشيخ محمد بكر وكل اهالي بولاء ابو العلا لهم موقف من الارهاب ومن الارهابيين وموقفهم محدش حيادر يزايد عليها محدش حيادر يزايد عليها ولا حد حيادر يزايد عليهم ابدا في طوال الاربع سنين اهلين في بولاء ضربوا امثلة هائلة جدا حنشوف الشيخ محمد بكر اللي هو امام مسجد السلطان ابو العلا قال ايه بس نخليها بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة